اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية متلازمة المثانة مفرطة النشاط مقدمة المثانة مفرطة النشاط او فرط نشاط المثانة حالة تسبب رغبة مفاجئة بالتبول قد يكون من الصحب السيطرة على متلازمة المثانة مفرطة النشاط وقد تؤدي الى تسرب البول بشكل عرضي او سلس البول يشرح هذا البرنامج متلازمة المثانة مفرطة النشاط ويناقش اعراض هذا الاضطراب واسبابه كما يتناول كيفية تشخيص وعلاج متلازمة المثانة مفرطة النشاط التشريح المثانة عضو مجوف يوجد في اسفل البطن يحتفظ بالبول قبل افراغه خارج الجسم عندما تمتلئ المثانة تخبر الاعصاب الموجودة حولها الدماغ بحاجة الجسم الى التبول يتألف جدار المثانة من طبقات من النسيج والطبقة المتوسطة هي الطبقة العضلية تتخلص الطبقة العضلية في جدار المثانة وتفلغ البولة خارج الجسم الاعراض اكثر اعراض متلازمة المثانة مفرطة النشاط شيوعا هي الرغبة المفاجئة القوية بالتبول وقد يصعب التحكم بهذه الرغبة تعد المثانة مفرطة النشاط اذا كان المريض يتبول ثمان مرات او اكثر خلال اليوم وقد يستيقظ مرتين او اكثر خلال الليل ليتبول قد تسبب متلازمة المثانة مفرطة النشاط سلسا ملحا مما يعني ان المريض قد يسرب البولة بشكل عرضي بعد الشعور برغبة مفاجئة بالتبول يجد بعض الاشخاص متلازمة المثانة مفرطة النشاط محرجة وقد يتجنب المريض بعض المناسبات الاجتماعية او المتعلقة بالعمل ويمكن ان تقطع المثانة مفرطة النشاط نوم المريض او تسبب الشعور بالاكتهاب برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الأسباب تحدث متلازمة المثانة مفرطة النشاط عندما تخبر الاعصاب الموجودة حول المثانة الدماغ بالتبول حتى عندما لا تكون المثانة ممتلئة كما قد تحدث عندما تتخلص العضلات في المثانة بسرعة كبيرة او مرات عديدة لا يكون سبب متلازمة المثانة مفرطة النشاط معروفا دوما وقد تنتج عن بعض الاضطرابات العصبية مثل دائب باركنسون وعن الامراض التي تؤثر في الكريتين مثل الدائي السكري من الأسباب الأخرى لمتلازمة المثانة مفرطة النشاط الأدوية شرب الكثير من السوائل عدوة او مشاكل السبيل البولي تناول الكافيين او الكحول قد يصاب اي شخص بمتلازمة المثانة مفرطة النشاط إلا أنها أكثر شيوعا عند النساء ويزداد خطر الإصابة بمتلازمة المثانة مفرطة النشاط مع التقدم بالعمر التشخيص يسأل مقدم الرعاية الصحية المريض عن تاريخه الطبي ويجري فحصا جسديا وقد يسأل المريض عن السوائل التي يشربها في اليوم العادي وعن كميتها قد يأخذ مقدم الرعاية الصحية عينة من البول ويفحصها بحثا عن الدم او علامات اي مشاكل اخرى قد تسبب متلازمة المثانة مفرطة النشاط قد يطلب مقدم الرعاية الصحية من المريض الاحتفاظ بسجل يومي عن عدد مرات تبوله خلال النهار والليل قد يوصي مقدم الرعاية الصحية باجراء فحوص لمعرفة ضغط البول والضغط داخل المثانة كما قد يطلب فحص المثانة بالامواج فوق الصوتية العلاج يمكن علاج متلازمة المثانة مفرطة النشاط بالعديد من الطرق ويعتمد العلاج على حالة كل مريض ويعمل مقدم الرعاية الصحية مع المريض على وضع خطة علاج مناسبة له ويوصى بتوليفة من التمارين والادوية وتدريب المثانة عادة وقد يوصي مقدم الرعاية الصحية بتمارين لتقوية قاع الحوض تدعى تمارين كيجل ويمكن للمريض مناقشة طرائق تمارين كيجل المناسبة لحالته مع مقدم الرعاية الصحية قد توصف الأدوية التي تساعد على إرخاء عضلات المثانة يستطيع المريض تدريب مثانته على الإفراغ في الوقت المناسب بالذهاب إلى الحمام في مواعد محددة أو التخطيط للتأخير عندما يتبول قد يحتاج المريض إلى تغيير كمية السوائل كما أن الامتناع عن تناول الكافيين والكحول يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة لبعض الأشخاص يمكن أن يستفيد المريض البدين من تخفيف وزنه نادرا ما يستخدم مقدم الرعاية الصحية حقا البوتوكس لعلاج متلازمة المثانة مفرطة النشاط يشل البوتوكس المثانة بشكل جزئي مما يفيد في تخفيف التقلصات العضلية التي تسبب متلازمة المثانة مفرطة النشاط قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بإجراء الجراحة عندما لا تنفع العلاجات الأخرى ويوجد عدة أنواع للجراحة ويمكن للمريض مناقشة خياراته مع مقدم الرعاية الصحية يمكن أن يوصي مقدم الرعاية الصحية بإجراء غرسة تنبيه العصب يرسل تنبيه العصب إشارات كهربائية من جهاز صغير تحت الجلد إلى الأعصاب حول المثانة وتستطيع هذه الإشارات تغيير كيفية عمل الأعصاب فتتوقف عن إخبار الدماغ باستخدام الحمام عندما لا يحتاج المريض إلى ذلك إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة المثانة عضو مجوف يوجد في أسفل البطن يحتفظ بالبول قبل إفراغه خارج الجسم وعندما تمتلئ المثانة تخبر الأعصاب الموجودة حولها الدماغ بحاجة الجسم إلى التبول المثانة مفرطة النشاط حالة تسبب رغبة مفاجئة بالتبول فقد يكون من الصعب السيطرة على متلازمة المثانة مفرطة النشاط وقد تؤدي إلى تسرب البول بشكل عرضي أو سلس البول تحدث متلازمة المثانة مفرطة النشاط عندما تخبر الأعصاب الموجودة حول المثانة الدماغ بالتبول حتى عندما لا تكون المثانة ممتلئة كما قد تحدث عندما تتقلص العضلات في المثانة بسرعة كبيرة أو مرات عديدة تفيد بعض التمارين المعينة والطرائق السلوكية في علاج متلازمة المثانة مفرطة النشاط ويمكن أن يستفيد المريض البديل من تخفيف وزنه حيث ينقص الضغط على المثانة ويقل مريضة من السلس قد يصف مقدم الرعاية الصحية الأدوية إلى جانب الطرائق السلوكية لعلاج متلازمة المثانة مفرطة النشاط ويمكن للمريض مناقشة خيارات العلاج المناسبة لحالته مع مقدم الرعاية الصحية شكرا لاستخدامكم برنامج X-Plane ترجمة نانسي قنقر